السلام عليكم أخوة الكرام قصتنا اليوم في قمة الروعة والجمال وأحداثها قريبة عجيبة وراحت نال إعجابكم والسحسانكم إن شاء الله لكن أرجو منكم ما تنسونا من الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالغناء بارك الله بكم اليوم قصتنا بدولة الأردن الشقيقة كان بيزلم اسمه أبو خالد هذا أبو خالد رجل متزوج وعنده ابنية ولكن بواحد من ولد عمه ارتكب جريمة بشخص يعني وقتله ولكن هذا الشخص اللي قتل كان من قبيلة معروفة بدولة الأردن فهنا اضطر هذا أبو خالد أنه يهاجر هو وعيلته أو ولد عمه واخوته مشان ما هاي القبيلة أنه تاخذ بثار لأن هاي القبيلة إذا ما لقم هذا الذبح أو أخوته ياخذون أثار من ولد عمه هيش معروفة عند العشاير فهنا هاجر وراح يعني وابعد عن ديرته خالص وراح على منطق أبا الأردن وابعد عن ديرته وسكن بيها وصار يشتغل بمزرعة مزرعة بيها أبغار وهي الشي فقام يشتغل وقامت تمشى لأيام والسنين وهين بنته كان عمرها تقريبا السبع سنين وبعد ما هنا مشتها الأيام والسنين زوجته صابها مرض وكان تتوفى بعد ثلث سنين ما صارهم مشتغلين بهالمزرعة وهين بنته كبرت يعني وصار عمرها إج عشر سنين ولكن هالبنت منها صغيرة وهي واعية يعني وعقلها تشبير يعني عقلها سابق عمرها يعني عمرها عشر وكأنه عمرها خمسة عشر سنين واعية يعني بنت واعية وهين بعد ما صار معاها الشي ابو خالد اللي نهزم بسبب ابن عموة ذبح واحد هنا قام تأثر بهالموضوع كثير وبهالأحداث اللي عم تصير معا نشلون تغرب عنه هلو واخوتو وعن قرايبو وعن ديرتو ردت ووفت زوجته وكان يحب زوجته يعني بشكل من الأشكال كان يعشقها عشق فبعد ما توفت ومشت الأيام والشهور ولكن هذا الرجل صابه مرض يعني مثل المرض الهيستيريا شوي شوي قام يفقد عقله واخر شي يعني بطل يوع على حاله اش عم يسوي وهستر هذا الرجل وقام يصير معاه سهل فات يطلع بالنهار او بالليش يقوه هدومه ونهبل خالص يعني صار سايح بالجدد وكانت هاي البنت اتراعي يعني ابوها ومتفهمة هذا الوضع وظل الداريه وبالمزرعة الزاد هنا طبعا هنا ما ظل عندهم حدا يشتغل كان هو وزوجته القيمين بها الحمل ولكن هنا صاحب المزرعة هذا كان رجل طيب يعني وكويس ودحق لنا شلون توفز زوجته وهو تقريبا فقد عقله وما ظلت غير هالبنت فهنا ما بطلهم يعني وقالهم أنا بطلتم تلزموني كان يجيب عمال وقام يشتغلون بهالمزرعة ووصل عمال انهم ديرون بالهم عليه يعني لان هو ما ظل عنده لا شغل ولا شيء والبنت في السماعة عمرها عشر سنين قلنا وقامت هنا اللي جدان تطورت معالح تشاي قام يطلع او ريج يضرب حاله بستشين او بشي فقامت اترابطه بالح بال مشان ما يطلع وهينا ما ظل عندها غانون لا بالنوم لا بالليل ولا بالنهار يعني ايمت من ابوها سكت يعني ونام هرجد تلاقيه حتى تراسها يا حرام هالبنت وتنام من التعب يعني ودومها مساهرته بالليل يبشي وصيح وتحط له الاشلي كبه على حاله وزهدت عمرها هالبنت منها زايرة في يوم من الايام يعني والوقت طريبا صاير مع المغرب وكان ابوها نايم وهي نايمة ونايمة بهدوم النوم يعني ما هو انه متحجبة او شيء تريد ترتاح شويء ولا ابوها يصحى من النوم وجايدته نوبة الهسترية بالحيل وقام يفك الاحبال وقدر يفك الاحبال ويقوم ووقت قام كانت تحس عليه وقامت تركض وراه بهالجادة وقامت تركض بهالجادة ولا تشوف رجل تعرفوا هي يعني عمره جيه خمسة وخمسين سنة واسمه ابو محمد ذا ما تصيح له يا عم ابو محمد تلقى ابوي وكم شو ولكن هنا ابو محمد شراي على الجامع يعني تاقي يصلى المغرب ولكن وقت شاف هاي البنت يعني ومبينها مفاتنها يعني ومي طالعها بلاب احجاب وشعرها مفلل فهنا سلهم عليها وبطل يعرف يعني ايش بدي يسوي عن مفاتنها لمبينة شعرها يعني ويدينها تعرفون انتم مفاتنا من سوان وبهذا الوقت اخوتي بلقت هاي البنت وصار عمرها خمسة عشر سنة فهنا بتبلهت وردت صحيح على حاله هي البنية تقول لي ولي عمه اش حم تستنى وكم شابوي معاي قبل ما يسوي بحاله حال الدبرات كان يتشط وصار وكأنه صبي عمره خمسة وعشرين سنة كان يطير طيران وركب ركض وقضب هذا الرجل ابو خالد بعد ما هين هستر قناتكم وقضبه وشتفه وجابه على البيت وقدم ربطه وقال انت شلون عايشة الحاز وشلون يعني هيشة انت مين يصرف عليك قالت له والله ازلمه عمي ابو مزرن صاحب المزرعة ما يقصر معانا وينطينا خارجية وينقط علينا ودوم يجيب لنا خضره يعني وما هم قصر هذا ازلمه فقال له ان شاء الله خير كان يقضب ويروح على البيت هذا اوه ان شاء الله راح كمل صلاته صلاة المغرب اللي هنا شبه النساها الحجي نفسه خضره لساعة الحجي ولا راح صلاة المغرب ورجع على البيت وراح البيت اخته طبعا هذا الرجل اخوتي اللي قلناكم عنه ابو محمد هذا ابو محمد رجل يبلغ عمر خمسة وخمسين عام من اهالي هاي الغرية اللي يسكنون بها ابو خالد وبنته وكان عنده مالي يعني يوم زارع وعنده حضيرت اغنامه وابقاره يعني الله منطيه وعنده زاد هو متزوج وزوجته عمرها اجي خمسين سنة تبيرة بالعمر يعني ام هار اخرى نفس ما نقول وكانت الشاي بنفسه خضره وعنده ولاد عنده ثلث ولاد التبير ما بيهم اسمه محمد والاصغر منه كان اسمه مشعل والاصغر كل شيء كان اسمه خلف هذولا الولادة الثلاث وكان بي عنده ابنية اسمها المجيونة هيش اسمها المجيونة يعني كان ملبقيلة هذا اللبق والاسم على شدة جمالها كانت وكان يروح هذا ابو محمد ازلمة شبير على اخته وقالها يا اختي هيش هيش اسالف هل انت رايعة صراحة ولا اشوفها البنية والبنية بنت ابو خالد هذا المجنون عندنا بالضيعة طبعا الضيعة كلها يعني والقرية تعرفوا هذا ازلمة مجنونة يعني ابو خالد انجن فقالها بنت المجنونة ابو خالد هيا اليوم شفتها ولكن طلعت جميلة يعني شانت شوفها قبل ولكن مو بها الجمال مو بينت مفاتنها انفتن بيها فهين قالت له يعني اش بدك يعني منها ابنية عرفة مزوما ولكن هي ما تهتم بحالها يعني عندها جمال ومي ما اهتم بحالها اذا تهتم بحالها تصير جميلة من الجميلات فهين اخوها هذا ابو محمد قالها بدي اشتخط بيلي اياها صلي عن نبي يا اخوي انت اجد ما شبير ما يلوق لك هالشي يعني عندك ولاد عندك حرمة قال هاي اختي اريد اس انتي اتلو عين تغطبينا وانت منت خسران اشي لسه عني شباب وقام يمدح بحاله كان تقوله تكرم عينك وكان ثاي نهار تروح وراحت على ابنية وقعت لها الغصة واحد اثنين ثلاث اخوي يغطز للزواج على سنة الله ورسوله وبهذا الوقت اخوتي بلقت هاي البنت وصار عمرها خمسة عشر سنة فهين الابنية ردت عليها وقعت لها انه انه اني ماني مفكر بالزواج واني عمرها ابوي ما اظلي حدا بهالدنيا غير ابوي بدي اظل العام يمدير عايزة بدي اتزوج وجوني تعرفين يعني انتي قال لاخته ابو محمد جوني خطابة تستير ولكن ما حدا انه ارضي ياخذ ابوي معاي هي كان شرطها الوحيدة هاي البنية اللي بده يتجوزها يعني ابوها يروح معاها لانه ازلمة شبير وخرفان يعني مهستر وما يعرف فياكل فهين قلت لها ان شاء الله خير وكان تروح على اخوها وقالت لي والله البنية يعني مهيناو يتجوز الا بشرط واحد فقالتها شنو الشرط قالت لي والله شرطها انه ابوها يكون معاها غير هيش ما بعدها فقالت زهر طلبها عادي انا بني لها بيت وابني غرفة لابوها مقابل بيتنا المهم بيعني اتوافق كان تروح حيثين نهار اختل ابو محمد وراحت وقالت لها البنت ابو خالد انه يتجوز السالفة اخوه يبني لها بيت ويبني غرفة لابوك جدا ويهتم بيوه ويعالجه يتعالج ويجيب له يعني يهتم بأجله وبشربه وانتي يعني بديش تهتمين ولكن سيمحلش بهذا الشيء فهين تقولها والله ما زال هيش الحكو يهتم بابوي يعني وما يقصر علينا انا موافقة اتزوجه وشان بالفعل هنا يروح وجاب من قرايبه وشمز لنا وخطبوله اياها هاي البنت ووافقت ويتجوزم على سنت الله ورسوله بيه عندهو حواش يعني وبس بنا غرفة مقابلها البيت كي يسكن بيها ابوها وهنا قعدهم وبعد نهارين ثلاثين الشايب ابو محمد زهزه وقام يمشي ومعادله ظهره ويفكر حاله ارجع شباب بعد هاتجيزه واليقول له عمو قام يزعل منه يقول له ان المالي عمو يعني اي شباب يعني اي شب شب بعد ما يتجوز هالبنت فتية نفس ما يقولونه زوجته هديش يعني عمره خمسين خمسة وخمسين تغريبا فهين وصل الخبر طبعا يعني وعرفت زوجته هديش ولكن ما جدته على بيته هذا وقت بعد نهارين ثلاث هنا راه على بيته واللي يلاقي زوجته زعلانة ووالاده زعلانين ويابوي شلون تتزوج وما يصير انت شبير بالعمر فقال لهم والله هذا الموجود وقال لزوجته هديش اللي اسمها امو محمد يعني فقال لها اسمعيني يا امو محمد ما بدي اوجع راسي تريدين تعيفين هذاك بيته هديش ألحظ طريقش وتقضبين اثمش والظلين ساكته تكسبين حش متحالس والظلين قاعدة ببيتش عنده ولادش فهين قارت له انا اظل قاعدة عدو ولادي وبالفعل قام يروح هذا ابو محمد على بيته عند بنت ابو خالد اللي اسمها رهف وعند ابو محمد يروح يعني هين وهين ولكن قام ينشد الرهف بنت ابو خالد اكثر بما انها يعني صبية للساحة وفتية ومشت الايام وشان تحملها يا رهف وقامت تمشى الايام وجابت طفل وسموه عماد وبعد ما هين خلفت تعريبا بأربع خمس تشهر ولا هذا والدها ابو خالد المجنون يتوفى المهم بعدها ظلت تعتناهية بزوجها يعني وبابنها وطفلها الصغير وقامت تمشى الايام ولكن هين مين قال لي يعني اغضب الحيل وصار عمر هذا الولد يعني عماد صار عمره سنتين سنتين ونص اللي قامت غار مين امه محمد انه شلون يحتفل بعماد وشلون يعني يلاعبه ويسوي وهم يعني هم صارهم اكبر يعني على اللعب ولكن قامت ضيق عينها كان تسوي الهاية البند سالفة ولحس تعرفون شنه هي بيوم الهيام قامت تحس هنا عاد رهف بألم ببطنها وجوتها يعني المهم ابو محمد ما قصر قاموا ياخذها على المشافي وسولها تحاليل وأشعع وغيره المهم هنا الدكاترة والمشافي يعني بتكم تقولون عزت عن انه يعرفون ش بيها التألم ولكن ما بشي لامشينوا بيدهم الدكاترة ما ممبين عليهم شي ولا هنا طاق عقره يعني بعد ما مر طريبا يجي تلت الشهر وهو يروح يرجع على الدكاترة اخر شي يزهد يعني وهي زهدت وهنا صارت طريبا على فراش الموت وما ظل بها حيل تقوم كانوا يروحون الشيخ واحد من قرائب ابو محمد شار عليه وقال له انت ليه ما تروح الشيخ بما انك رعت عند الدكاترة وما حد يعرف وروح الشيخ دين بل شي يعرف ليكون ممسوسة ما تلبسها جان وقال له انصحك بشيخة الفلاني هذا الشيخ بعيد يعني عن هذه الغرية اللهم ساكنين بها كان يتعنون له ومسافة يعني بتكم تقولون يومين يعني كان يروحون عليه ووصلوه وقال له حجيينك من الغرية الفلانية ويشهي السالفتنا بعد الشيخ وقام يسوي لها رقية شرعية لها رهف ام عماد ولا هالرهف تلقح بلقاع وقام يطلع الزبد من ثمها وقام التخلج هنا قال له الشيخ انه انا متأكد انه هاي ممسوسة او يعني متلبسها جنو سوالها سحر فهنا بعدها قال له هاي بديو تطولع لاجها شارت عشر تيان ترى يا ابو محمد قال له مين مشكلة وقال له الشيخ انا هنا عندي بيت واسع وشبير واستقبل بيو هالناس التجيني من الضيعة وغير مناطقين حاسب حسابي انت تنام هنا يعني عندي بي عندي هاي الغرفة كلها مندودة يعني غرفة للحريم وغرفة للزلم وقالوا ينامون عند هذا الشيخ وكل نهار بالنهار يعني يرقي لها رغية شرعية المدة تسعة أيام نهار العاشر ولا يمشي حالها وراجعت والله يعزكم واجهكم والكرامة وقام اتطالع من جوتها شعر وطالع بلاوي وهنا يعني كان يتعجب من هالشي ابو محمد هالشي اللي يطلع من جوت مرته وقال له بعدها تلقاح يعني وغابت عنه الوعي شغلت خمس ست ساعات فنابين بعدها صحت وقال له تصحي هنا وانه ما بيها شي خالص ولا تتألم ولا شي وقال له يا شي خليدي يعني ماذا سوى هالسحر وهالبلا المرطي فقال له هذا السحر يعني هذا السحر قوي وما يصير قال له مشان يخرب عضو يعني من أعضاء البني آدم الله أعلم اصلا يعد مرتك ولكن يعني هالشي المساوى لمرتك متسط عضو تروع على المشفى وتفحص زوجتك وبعدها تجيني ان شاء الله نهتدي على طارف خير وهين بعد ما راحم على المشفى وفحصوها ولا يطلع معاها ورم بيت الرحم وهين الدكاتر قالوا له لازم نستقصل هذا الورم يعني والرحم بشكل عام مشان ما تتوفى هاي زوجتك فهين انجبر يعني على هالعملية وسوم العملية وشالولها استقصلولها بيت الرحم بس ان شاء الله مستحيل هاي الامرأة تحمل وشان هين بعد ما خلص ما العملية كان يردع الشيخ اللي يعني بنفس المنطقة يعتبر بنفس المحافظة وقال له والله يا شيخ قالوا لي ورم يعني بيت الرحم فهين الشيخ قال له أصبح هل مسول عملي يعني مستقصد بيت الرحم وانها ما تحمل وقال له يعني بمين تشك يا شيخ يعني انت ما تعرف قال له حرام اني أظلم حدا ولكن دير بالك من زوجتك الثانية التشبيرة لان هنا طبعا بمحمد قال له يعني انه هي شيشة وكذا فقال له دير بالك من زوجتك التشبيرة يعني جوز معرفية وما بدي أظلم حدا فهين راح أبو محمد على البيت وأول ما وصلوا إلى البيت وقالوا لهم والله الحمد الله يعني شفيته وطلعتها المرضة الثانية ما قال لهم سحر وراح على بيته عند أم محمد وقال له يا أم محمد أريد تحطي لي حلة مي حلة وتفورينها فقال له يا أبو محمد يعني حلة ما فقال له أريد أسرب الغنم فقال له السروب لا يضع في مية فايرة فقال له سألته وقال له ما يصير فراحت قالت له حلو أو غورت وقال له حلت مي وقالها تضلت وز بيها بالنار وقالها بدي أياه تقوم تفور وقت قام تفور قالت له يا أبو محمد تعالي شوف المية ما حاجته أو يجي وقف فوق المية وشافها عمد كان يقوم أم محمد ويشيلها وقالها لا تغرين وتشول فين ما يفعل بزوجة الثانية ومعماد أو أضع مية فايرة وقالت تنعلقين وتنصرخين وتموتين وتعرف هي زمتها أبو محمد لكن يفعل وقال وقت شافت المية تفور هنا يتدبب الخوف والرعب وقالت له أسولف لك يا أبو محمد بس بعدني عن المية الآن المية تبربت جدا وقالت لأنها وقالت له وقالت له أنا نزلها وقالت له لكن تطيع الأمان لأنك لا تذبحني قالها للأمان لا تذبحت قالت له الوقت أخطأت في هذه السالفة وقالت تسحر لزوجتك أنه لا تحمل لأنك لا ترد لأنك أخطأت فقالها خبيثة. كان يرد عليها النوب وطلقها. حلف عليها بالطلاق. وقالها يعني تطلقها وقالها روحي بحال سبيلش. مات الزميني انتي مرأة تسوي سحورة. انا مات الزميني. فهنا جم ولاده. لا يا ابو محمد لا يا ابونا. ليش طلقتها ما يصير. قالهم امكم تسوي سحر. واذا تسوي سحر حرام تنحوا بالبيت. كان هنا يعني قالوا له طب يا ابو طلقتها عيفة معانا بهالبيت الشبير. كنا ملتمين بيه يعني. والظل عنا كنا يعني احنا كنا بهالبيت الأخوة. مثل ما قلنا لكم ابو محمد ومشعل وخلف. وكلهم هذول الشباب متجوزين. فقال لولو يعني عيفة عنا فقالهم كيفكم. بتتجون تعيفونا عدكم. عيفوهم امنعكم. وقامت تمشى لأيام هنا وبعد فترة من الزمن. هنا عماد كبير شوي يعني. وفايت بالمدرسة وعم يدرس ومشتهد. ولا بيوم من الايام يمرض هذا ابو محمد. ولا يتوفى. فهين ولاد زعلم عليه. وم عماد زعلت. وكل ضيعة زعلت. لانه هذا ابو محمد كانز لما كويس. وفهمان. يفهم بالدين. وتقي يعني. وسقوله هالعزة. وثلث ايام. وبعدها يعني كل من راح بحال سبيله. وبعد تقريبا شهر هنا خلصت المونة من عنده معماد. يعني وما ظل عندها شي تاكله. لان هو الثاني يجيب هالغراض ابو محمد. فراحت عند بيته الثاني. وشافت ابنه محمد. وقالت له يا محمد. احنا ما ظل عنا مصاري يعني. وابوك عاف مال. وهو كان يجيب لي يعني الغراض. بدي شوئي من المصاري. تنطوني حق من الورثة. مشان اعيشاني وابني. فقالها والله. هو طبعا طلعب الصورة الحسنة والكويس والنشم والينتخي. قالها والله يا مرتبوي يا عماد. احنا الورثة ما راح نقسمها. يعني ما راح نفكك الورثة. وبدنا نظل لان واخوتي وانتي معانا بهالعراضي والمزارع كلها. ولكن انا راح اخصص لش مبلغ يعني. الكفيت يعني بهالشهر يعني تغريبا خمسة عشر الف دينار اردني. فقالت له موافغاني. وهنا قامت تمشي الاجام. وقامت تاخذها الراتب يعني قال لي طريبا يعني اجوبه يكفيه. ولكن ما كانت من هالنوع النقاغ هيا رهف ام عماد. وقالت الحمد الله انهم يعني عم ينطوني من هالمال. اللي عايشة منه يعني. وبعد سنة هين طبعا بهالسنة هذول بيت ابو محمد خربه مالدنيا. قال يطارعون اشاعة على هايا ام عماد. انه هذا الوليد عماد مو اخوهم. وانه هذا ابن المجنون ابن ابوها يعني. انه هو يعني ابن حرام. وهين بهالسنة القرية كلها انطبلت بيها. وشانا ميشتغلون من جوه ليجوز. بل محاكم وغيرها وزبطون وضعهم. شان ملاوين يعني على شغل اكبر من هالسافة الخبيثة والاشاعة طالعوها على ام عماد. وبعد سنة هين شان يرفعون قضية. يرفعون قضية على هاي جوجة ابوهم السابقة ام عماد. انه هي خاينة ابوهم. فوقت راحت على المحكمة وقالوا له هذا الطفل عماد. مو ابن ابو محمد. فقامت تحلف وتقولهم انه انا اتزوجته وبعد ما زوجته صار عندي هذا الطفل. فقالوا لها يعني انه هذا الكلام مو مزبوط. وشانا مزبطين وضعهم هذولا. بيت ابو محمد ومحمد بزيت لهذا الافعة كبيرة اللي سوي حاله كويس. ولكن هو لا كويس ولا الشي. طلعهم مزبطين من القاضي يعني بالمحكمة للطبيبة الشرعي. للمخبرة بده يسوى التحالية. تعرفون بي تحالية يعني بهي السالفات. وكله كانوا مزبطين واخر شيء طلعهم هذا عماد انه مو اخوهم. ووقت بيانو مو اخوهم كان يغيموه انه بدعوة انه هاي جوجة ابوهم خانت ابوهم وما يطلع لهم من الميراث. وهذا سووا مو اخوهم زاد عماد. يعني هي ام عماد وعماد. بطل يطلع لهم. ولدي نار اربني. من الورثة. وبعد ما كسبهم هاي القضايا يعني اثنين. كانوا يروحون ويقسمون الورثة عليهم الاربعة. يعني على الشباب الثلاث واختهم والمجونة او امهم. وبعدها كل من راح بحال سبيله والقام يشتغل والقام يسوي. وهين ام عماد بطل يجيها وغرقها يعني من برة. فهين انجبرت انها تروح على ابو المزرعة اللي كانت تشتغل هي والدها عنده. وقالت لي والله هي تفيش السالفة وتزوجت وتعارف انت يعني من ابو محمد. ولكن اخر شي طالعم عليها الشائعة. وهنا القرية كلها يعني قاموا تسمع بها الشائعة المي زينة وصارت سمعتهم مي زينة هاي. ام عماد. ولا هذا ازل ما صاحب المزرعة يقولها اهلا وسهلا بيش في المزرعة يعني وتردين تشتغلين بيها. وهين طبعا ابنها لسعته بالمدرسة. ابنها عماد يقولها خليني ابطل من المدرسة. وعيني شي امه بهالشغر وهي تقول له لا. ما راح خليك تبطل تدرس يعني وتوصل دراسات عليا. وكانت تحلم بيه يعني انه يصير هي شغلة شبيرة بنها عماد. وبالفعل ظلت هي تشتغل وتكيد وتصرف عليه وعليها يعني كمصروف ومصروف مدرسة. وبعدها كبر وفاتت جامعة وتخرج يعني وفات يعني على كلية الحقوق بتجامعة. واخر شي تخرج منها قدم على النيابة. طبعا بالنيابة اخوتي هذول ما يقبلون الا اول ثلاث على الكلية. يعني الاول والثاني والثالث على الكلية هذول اللي انقبلوه عن النيابة. مو حي الله. وهو كان هذا عمادة الاول على الكلية يعني. كان مشتهد بشكل اشكال وكان ذكي يعني. قدم على النيابة وقبلوه واستلم هالمنصب يعني بالنيابة وبعد شهر شهرين وركزوا اموره ومش حاله. وقام يقبض هراتب الزين. وهينا كان يقول الحس تفضيت تا اطالع حقي وحق امي امن اخوتي هذولا. اللي تلم حقنا وطالعم علينا سهل فاشينا. كان يرفع هنا قضية بعد هسنين هاي كلها ترى. كان يرفع قضية اثبات نسب. وقام يستدعون هذولا لمحمد والمشعل والخلف والمزيونة. ولكن ما كان موجود بدولة الاردن يعني غير محمد ومشعل. هذا الخلف كان طالع برات الاردن. واختهم الزوجة. المهم حضرهم هذولا. وقام يحققون بالموضوع. وقام يجيبون الشهود هاية. عماد قام يجيب الشهود من الجريا. انه تشهد انه بعد ما امه تزوجت ابو محمد. انه خلفت هذا الوليد. وبعدها انه شالة الرحم. يعني والجريا كلها خبرت بهالشي. المهم ضل وراها وجدامها لهالقضية. طبعا بالغانون ما تلاعب شيء بالغانون عماد. وحصل حقه اخر شيء. وقضى القاضي انه يتغرمون ابغرامة مالية كبيرة. يعني هم هذول الأخوة. لانهم طالعوا هاي السمعة السيئة. على أخوهم. ويطلع له يعني نص البرثة. يعني كل واحد يطلع له نص المال الخذاء. هي تحكم للغاضي. فهذا محمد يلنالكم تان ذكي وخبيث يعني كان يشتغل بالتجارة وفاتح يعني محلات ضخمة. وكان ينطي هالقرامة يعني والمال. وظل عنده يعني السيارة وبيت ومصنع. كان مشتغل ومكثرة المال بها سنين. ولكن اخوه مشعل عكسه كان تسكرجي يدور يعني على النسوان وما نسوانه كزهونات. انه صارف المصارمو ظل عنده غير قطعة هالبيت الساكن بيو. كان هنا ياخذون من محمد نص املاكه يعني وانطوها لاخو عماد. وهنا هذا مشعل ما بي عنده غير هالبيت. كان يحجونه وانطوها العماد. ووقت هم المزيونة النوب انه رجل وماخذ منها حصتها ولعبان بيها قمار زاد ومبعزقها. النوب حطم عليهم غرامة مالية ولازم بظرف سنة هاي البنت المزيونة توفي اخوها هالمصاري. ودزم طلب استدعاء الخلف اللي هو برات يعني. كان رايع على المملكة العربية السعودية ويعمل هناك يعني. دزولة برقية انه لازم تحضر هاي المحكمة ولكن هذا كان ذكي زاد وما جاء على المحكمة. وظلت يعني هالبرقية معلغة انه بس وصل الى حدود يكمشونه. وهينا غصتنا لسا ما انتهت اخوتي. غصتنا توا مبلشت. هنا بعد ما رجع عماد على البيت ومعاه يعني هالبرثة رد حصلها ومصاري وعاشم هو وامه وتزوج هين زاد وجاءوا ليده وبنيه. ولا السالفة ما تروح لها تقريبا اقل من سنة. ولا هذا محمد اخوه شبير على اساس. كان طالح هو وعيده على متنزه بجبل. ونزل على حدها الدكاكين والبقاليات كي يشتري يعني شوية. مكسرات وعصير وغيره. وكان زوجته وويلاده وبناته كلهم بالسيارة. كان صافة السيارة يعني على حرف منحذر جبل. ولا هذا ابنه اللي اسمه فيصل يتقمرشل هاي السيارة. وتمشي كان مع بالها غيالي. يعني الوقت دقمرش السيارة اقلعت ومشت. مهبين طلع من الدكان هالة الوقالية وركب على السيارة. كانت مدهور السيارة وراحت جدام عيونه التدعبل على حرف الوادي ووقعت جوه. وكانت تفجر من هالوقودة بيها يعني. واحترقت جدام عيونه وعيلته كلها موجودة بيها. هنا بطل يقدر يتمالك حاله وكان يفز عصبه وهستر. يعني صار نفس ابو خالد هستر وقام يشبه دونه بنفس اللحظة. كان هنا طبعاً جدت الشرطة وخذوه تعرفهم عليه وودوا له له. ومش على أخوه الأصغر منه ذات كان راح وقام يشتغل بمزرعة. طبع أبقار. وقعد يحرس بيها يعني يعني يشتغل بيها ويحرس. وبيوم من الأيام كان عنده سلاح روسية نحن نسميها سلاح يعني هاي مثل كلاشون كوف. كانت عنده هاي سلاح وآجس حرامية انهم جايين. آجس يعني زور رجل. وقال لك اكيد هذا الحرامي خلينا اضرب لي رصاصة بالهوى مشان ينهزم. بالفعل كان طالح البارودة وضرب يعني يحوله على ساستي خوفه. ولها رصاصة تجي بصدر هذا الحرامي ويطب ويموت. ولكن هذا مشعل مو عرفان ان ذبحوا. كان نفوت هنا وبطل يسمع بعدها حركة وقال لك اكيد الحرام ينهزم. وثاني نهار جاء لياخذ حليب وجاء معلمه ولا يتفاجأون بهاية جثة موجودة بالمزرعة. فتدقم هين للشرطة وجدت الشرطة والقم القبض على مشعل. قالوا له ما بيغير انت يعني بها المزرعة. فقال هم انه انا ما قتلت حدا عن عمد. انا اجست انه بيه حرامية جم. وقلت اضرب لي رصاصة بالهوى مشان يبعدون. وما عرف اني قتلت حدا. المهم هين حقمم عليه بما انه هذا حرام يعني حقمم عليه بحكم اربع سنين سجن. وحطم عليه غرامة مالية مليون دينار اردني. هاي دية يعني الاهله للحرامي اللي توفى. اللي هو ذبحه. المهم هين دق على اخوه بالسجن. دق على اخوه عماد. ويا اخويا اني حطم عليه غرامة. وريدك تفزع لي بمصاري. فقال له انت ليش اخوي. انا وقت مطالعون علي السائع عني اني مالي ابن ابو يا ابو محمد. واني ابو الحرام. ما انت تذكرني اني اخوك كان يفصل بوجهه. وبهنا اذاك خلف ضرب غرات البلاد. والمزيونة على زوجها. ومحمد. ووقت قامت شوف هالشيء اللي عم يصير مع ولادها. من شدة يعني الزعل والبتشي. قام ان عيونها عمان. وبطرة تشوف بيهن تقريبا. خالص ان عمان. وقامت على وجه النساوين. على وجه تناعينها. يعني زوجات اولادها. وهنا زوجة محمد توفت طبعا قناتكم. ومحمد هذا. جاء وقعد مع امه. وهو مهستر. وشوك بهدومه. وربطه جاء. وبعدها. هنا بعد ما عمل عيونها. تبطلت هي تقدير. تداري حالة تداري ابنها. وراحت هنا. عند زوجة ابنها مشعل. وقعدت تعدها على ساس. وكان بعد شام يوم. اتغارتها هي وابنها. وقامت لها هنا قصن واحد مهبول وواحد عميان. وصفت بالشارع هيا هي وابنها محمد. الهستر هي انعمل عيونها. نفهم من سلفة نهاية الابرة يعني. هاي نهاية اللي يضلمون الناس. واللي يتابعون السحر. يشتغلون شغل ما يرضى الله يعني. هاي هيش تكون نهايتهم. لا تنسونا من التعليق والاعجاب بالفيديو. ترى هذا يحفزنا يعني. وخلينا مستمرين معاكم. ولكم كل الحب والامتنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة